مرحبا مجددا لم يتسلم بعد الوسيط الاثيوبي رد قوى الحرية والتغيير على مقترح أديس أبابا للحلف السودان وكذلك لم يتراجع المجلس العسكري عن موافقته أو عن موقفه الرافض بتسليم السلطة في المرحلة الحالية إلى سلطة مدنية ممثلة بقوى الحرية والتغيير الخلافات مازالت مستمرة وما تزال وكذلك المفاوضات الهادفة إلى حلها وهي على ما يبدو التي دفعت الوسيط الاثيوبي إلى تأجيل اجتماعه المقرر مع القوى ما هي حقيقة وجود خلافات حول مقترح الوساطة الاثيوبية؟ هذا ما سننقشه مع ضيفي الحرى الليلة بعد التذكير بأبرز ما تضمنه المقترح الاثيوبي للحل بعد تعثر مفاوضات تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على خلفية الدماء المراقة عند فضي اعتصام جماهري في الخرطوم توجه رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد في السابع من يونيو الجاري إلى الخرطوم للوساطة ما كان مجرد تحرك شخصي من أبي بادئ الأمر سرعان ما تحول إلى مبادرة اصطفت وراءها منظمة الإيجاد الإقليمية تبعها الاتحاد الإفريقي الذي هدد بفرض عقوبات على المجلس العسكري ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الثلاثين من الشهر الجاري وتنص مبادرة إثيوبيا على تشكيل مجلس سيادي يتكون من خمسة عشر عضوان يمثل فيه الطرفان بسبعة عضاء لكل منهما على أن يتوافق على شخصية مدنية مستقلة تمثل صوت الخامس عشر المرجح أما رئاسة المجلس فستكون دورية وفقا للمبادرة التي رفض الاتحاد الإفريقي السماح بغيرها من المبادرات الخارجية معنا من الخرطوم مستور أحمد محمد القياد في قوى الحرية وتغيير ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني ومن باريس عبدالعزيز نور عضو الوفد المفاوض في قوى الحرية وتغيير والقيادي في حركة العدل والمساواة أهلا وسهلا بكم أطيفي الكريمين أستاذ مستور أوجه لك أول سؤال عن موضوع الوساطة الأثيوبية اليوم قبول الأحزاب السياسية كلها طبعا المكونة لقوى الحرية وتغيير وأي من الأحزاب التي تقبل المبادرة الأثيوبية اليوم هل تعتقد أنها تقبلها عن قناعة أم أنها تمسك بالمتاح اليوم لأنه قد يكون غير متاح بعد فترة قصيرة نعم حقيقة القوى الحرية والتغيير قبل أن يعلق المجلس التفاوت ويفضل الاعتصام ويواصل إجراءات التصعيد كان قد اتفقت على عدد كبير من القضايا وتبقت مسألة مجلس السيادة والتالي الوساطة الأفريقية الجديد فيها هو أن المجلس السيادة يعني حتى فكرة أن يكون المجلس السيادة بأغلبية مدنية هي موقف قوى إعلان الحرية والتغيير الجديد أن الوساطة طرحت أن يكون الشخص المرجح يتم التوافق عليه يعني من قبل الطرفين قوى إعلان الحرية والتغيير حقيقة يعني تناقشت وتداولت في هذا المخترح ويعني حصل توافق حول هذا المخترح يعني ليس كما ذكرت أنه هناك قد تفقد القوى غدا ولكن من البداية كان هذا هو موقف قوى إعلان الحرية والتغيير وبالتالي يعني زي ما ذكرت يعني ما فيه جديد الجديد فقط هو الوضعية الجديدة الفرض المجلس يعني منذ فضى الاعتصام وبالتالي الإضافة أنه يعني لازم تتم تهيئة المناخ لعملية التفاوض باعتبار أنه المجلس الأسكري هو المسؤول من عملية التصعيد وهو المسؤول من فضى الاعتصام وهو المسؤول من التضييق على الحريات والاعتغالات وكل الإجراءات التصعيدية التي يعني عكرت صفوى التفاوض بالتالي يعني نحن موقفنا واضح بعد نقاش وبعد تداول في توافق كبير حول المخترح ويبقى المجلس الأسكري هو المناطبه يعني يرد على المخترح مخترح الوساطة طيب جميل جميل فلا توجد هناك مشكلة صحيح يعني هي حاجة طبيعية في النغاش والحوار أنه في وجهات نظر هنا وهناك ولكن بشكل عام هناك اتفاق جميل أستاذ عبدالعزيز هل هناك بشكل عام اتفاق برأيك أنت عضو الوفد المفاوض هل جرى هناك أي لقاء اليوم يعني الحديث كان عن أن المبادرة الإثيوبية تم إرجاؤها من من قدم المبادرة اليوم إلى ماذا ترجع سبب الإرجاء طبعا هذه المبادرة هي مبادرة ليست جديدة فقط جديد المقترح باختيار الشخص الذي يكمل مجلس السيادة باتفاق الطرفين ولكن مبدأ التقسيم الأنسبة بين القوى الإعلان الحرية ومجلس العسكري هو مقترح منذ حضور الرئيس الوزراء الأسوبي هذا الأمر بشكل عام كما ذكر أخ مستور من الخرطوم أمر مقبول في الحرية والتغيير لأن الأصل كان مطروح أغلبية مدنية في مجلس السيادة وهم طرحوا أغلبية أسكرية وقيادة أسكرية ونحن طرحنا أغلبية مدنية وقيادة مدنية ولكن بالتفاوط وإدراكا للواقع الذي تمر به البلاد لا بد من التقاء في منطقة وسطة ولا بد أولوج للحلول لكي نعالج هذا الأمر مقبول يا أستاذ عزيز دعني أعذرني أستوقفك ولكن كان هناك تأكيد منكم بأن هذه الوساطة الإثيوبية هي جاءت أو قائمة على حصيلة المشاورات بينكم وبين المجلس العسكري هل تود أن تقولي بأن المشاورات السابقة كلها بقيت على ما هي عليه ولم يتراجع المجلس العسكري عن أي شيء منها أنا لا أتحدث عن موقف المجلس العسكري أنا أتحدث عن مقبولية حظة الطرح هل في إمكان قوى الحرية والتغيير قبول هذا المقترح أقول هذا المقترح مقبول بحسبان أننا تنقشنا هذا الأمر ولدينا خيارات مقبولة في سياق التفاوض وهذا أمر مقبول هذا ما تقصده صحيح نعم نعم جميل اليوم تغير بالضرورة وهذا ما نقل إلينا من رئيس الوزراء الأسوبي جميل ولكن تغيرت أن المجلس ملتزم هل تغيرت المجلس اليوم لم تسمع تصريح الأخير لم نسمع حتى الآن هل لك أن تؤكد لي أنه وصلك تصريح يؤكد بأن المجلس العسكري لن يسمح بأن يكون لدى قوة الحرية والتغيير 67% من البرلمان أليس هذا حديث سابق خارج إطار حديث عن المجلس السيادي هل وصلكم هذا التصريح أو لا؟ أنا لم أسمع بهذا ولكن لو هناك تراجع أن تم الاتفاق عليه ليس هناك مجال الحديث عن النسب في مجلس السيادة نحن نتحدث عن مجلس السيادة بحسبان أننا متفقون في سائر القضايا التي تناقشنا حولها ولذلك الآن ما تبقت من القضايا فقط قضية مجلس السيادة ونسب مجلس السيادة حتى صلاحيات مجلس السيادة نحن اتفقنا حولها ولذلك الحديث الآن منصب والمبادرة الأسوبية ومساعدات وتدخلات الأخرى كلها تنصب في حول إقناء الطرفين لمعالجة قضية مجلس السيادة هي قضية المتبقية فقط من سائر القضايا التي تنقشنا حولها إذن مرة جديدة نعود إلى السؤال الأول إذا سمحتموا لضيفي الكريمين وضيفي من الخرطوم أستاذ مستور لماذا يتم الإرجاء؟ إذن لماذا تم إرجاءها؟ دعنا نفهم مرة أخرى لم أتلقى جلوابا واضحا أعذروني لا أنا أقول أنه من الوساطة أو الوسيط هو من طلب تعجيل الاجتماع وليس لماذا؟ تعجيل الاجتماع ليوم غد وبالتالي يعني لم يذكروا أي سبب للتعجيل ولكن قلنا نحن متفقون وجاهزون للرد للمبادرة ولكن كان في إصرار من الوسيط بأنه يتم تعجيل الاجتماع ليوم غد وبالتالي الأسباب ترجع عليه هو ربما لم يكتمل المشاورات مع المجلس الأسكري أو ربما بسبب التصريحات الاستباقية لنائب رئيس المجلس الأسكري هناك أسباب يمكن تكون كثيرة ولكن من جانبنا يعني لم يكن السبب من جانبنا يعني ما عندنا هنا سبب يعني يخل الوسيط يأجل لأننا متفقون وجاهزون للرد يعني كما تم إبلاغ الوسيط بذلك تماماً وأيضاً يعني أنت تحمل نفس وجهة النظر أستاذ عبد العزيز فيما يتعلق بالتأجيل لا تتوقع أي تغيير بشكل وهيكل المبادرة بعد هذا التأجيل لماذا يريد الوسيط مزيداً من الوقت هو قدم المبادرة وانتهى في انتظار ردكم فضل سؤال لي ولا للأخ لك لك أستاذ عبد العزيز نعم أنا نعم أنا لا أدري ما الملابسات وراء هذا التأجيل اليوم غد ولكن هذا أمر واضح في تقديري والمسألة بسيطة يعني محددة جداً كما أسلفت هي قضية نسب تكوين مجلس السيادة وهو مجلس الأعلى في هيكل الهياكل الفترة الانتقالية بإضافة لمجلس الوزراء والبرلمان هذا هو المحك وهذا هو محور التفاوض الأخير لذلك إن كان هناك مقترح من الوسيط كما يعني كما وضح لا بد للطرف الآخر والإخوة في المجلس العسكري الإجابة الواضحة والموقف الواضح الآن فيما يبدو الكرة في ملعبهم طالما نحن موافقون لحظة المقترح بالإجمال الكرة الآن في ملعبهم وننتظر لا أدري ملابسات تعجيل الاجتماع اليوم الغد ولكن أخمص ربما هو في الخرطوم أقرب ولكن أموما هذا الموقف يجعل موقف قوى الحرية والتغيير موقفا واضحا ورؤية واضحة بأننا مع هذا المقترح ثم بعد ذلك ننتظر يعني إرد الأطرف الآخر المجلس العسكري هل تم طرح أسماء للشخص الثامن الذي سيتم الاتفاق عليه بالتراضي ما بين الطرفين أستاذ عبد العزيز نعم هل تم الحديث هل هناك أي مؤشرات هل هناك أي قائمة أسماء للشخص الثامن الذي يطرح بأن يكون هو ربما الذي يعدل الكفتين في تشكيل المجلس العسكري المجلس السياد عفوا لا ليس بعد المجلس السياد نعم ليس بعد المهم يتم الاتفاق حول هذه النسبة يعني الاختلاف أصلا ليس في الشخصيات وليس في من يشغل هذه المواقع ولكن الاختلاف أساسا حول عدد من يشغل هذه المواقع في مجلس السيادة كم من المجلس العسكري وكم من مجلس من القوى الحرية والتغيير لذلك لو تم الاتفاق على المبدأ من الساحل جدا وصول للاتفاق حول الشخص الذي يحظى اتفاقات طرفين هذا أمر يخضى للمشاورات ويخضى لاتفاق الطرفين لذلك هذا أمر ليس من الصعوبة الوصول لاتفاق حول هذا الأمر ولكن ابتداءا مهم من المهم جدا الوصول إلى التوافق حول هذه المقترحات ثم بعد ذلك نلجأ إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تكوين هذه المؤسسات بمجلس السيادة والمجلس الوزراء والبرلمان كل هذه المؤسسات والهياكل يجب أن تشغل لتحريك وبداية الفترة الانتقالية لذلك هذا الأمر ربما أقول سابق لأوانها الآن ولكن من المهم يتم الاتفاق حول المبدأ نفسه أود أن أستعرض مع حضرتك هذا الخبر الذي ورد الآن من الخرطوم محمد ناجي الأصمى القيادة بتجمع المهنيين قال أن قوى الحرية والتغيير وافقت على مسودة مقترح حول بروتوكول الاتفاق السياسي تقدمت به الوساطة الإثيوبية وذلك بعد دراستها هذا ما نتحدث عنه الآن ودع الأطراف السياسية الأخرى لإقرار المسودة لجهة أنها ستنقل العملية السياسية إلى مربع جديد ويفتح الباب نحو استكمالها بصورة شاملة ووضع مسار سوداني تحديدا للمسار أو للسير عليه لتحقيق أهداف الثورة السودانية والتي ضحى من أجلها الشباب هذه ربما أيضا تفاصيل البيان اليوم هذه الموافقة ربما أنت تؤكد كنت عليها قبل قليل ولكن هل نشاهد اعتراضا في داخل داخل جسم الأحزاب السياسية التي كانت تقف جنبا إلى جنب هل تجمع المهنيين أستاذ عبد العزيز لديه اعتراض بشكل أو بآخر وربما هذا ورد أصلا بأن هناك بالفعل اعتراض من قبل تجمع المهنيين السودانيين على قوى الحرية والتغيير ولقاءاتها في هديسة بابا مع السلطات الإثيوبية إلى ماذا ترجع مبررات هذا الاعتراض وهل تقبله أنت لا حسب علمي أخي الكريم لم يقل التجمع المهنيين حسب البيان الصادر أنهم ضد الوفد الذي زار أنتقد من قبل القوى الحرية والتغيير أنا لم أفهم بهذا الشكل ولكن فهمت أن هم يفضلون أن تتم كل هذه المبادرات في الداخل ومعالجة هذه الإشكالات التي حدثت في داخل السودان ومع ذلك هم مع أي نتائج إيجابية تخرج من خلال هذه الاتصالات هذا ما فهمت من بيانهم ولكن أنا أقول تجمع المهنيين جزء من قوى الحرية والتغيير وهذا الوفد أيضا من لذلك ليس هناك تعارضا جوهريا ولكن هناك بعد التباين في وشاة النظر فيما يتصل بالألاقات في الخارج والاتصال بالقوى التي تبادر والمبادرات التي أتت من الخارج كل هذه القضايا هي محل تحليل ومحل أخذ ورد من قوى الحرية والتغيير لذلك من الطبيعي أن يتمس لهذه الأشياء ولكن مجملا ليس هناك اختلاف حول هذه القضايا أستاذ مستور ما المتوقع الآن بعد موافقة قوى الحرية والتغيير على مسودة المبادرة ما هي الخطوة التالية هل نستطيع أن نقول أن الطرفين وافقا اليوم على هذه المسودة وستبدأ بالفعل المفاوضات من خلال التصريحات اليوم لنائب رئيس المجلس يبدو أن المجلس ما زال لديه تحفظات وربما لن يوافق على كثير من المحاير والنقاط التي أتت في المبادرة وربما هذا سبب التعجيل الاجتماع للمغادين ربما الوسيط يريد أن يجري مزيد من المشاورات مع المجلس حتى يتصل لاتفاق معهم ولكن بشكل عام الآن الكرة في ملعب المجلس الأسكري نحن وافقنا ماذا لديه من أوراق ليلعبها لتعطيل هذه المساطة إذا كنتم تقولون في السابق كخوة حرية وتغيير أحزاب معارضة أنه لا يسعى إلى الحل إذن بموافقته وأود أن أسمع منك ماذا تتوقع أن تكون ورقة تالية للمجلس العسكري المجلس العسكري يعني الآن يستخدم في كل أوراقي المجلس العسكري يعني يتوجه توجه سياسي جديد بأن يعني يبحث وفعليا بدل الاتصال والبحث عن السند سياسي من خلال اتصال بكثير من القوى السياسية الأخرى ومن يعني وبرضو يعني حاول أن يوجد يعني سند الشعبي وأهلي من خلال التواصل المباشر مع مكونات الاجتماعية والأهلية وبالتالي يعني هذه هي أوراق المجلس العسكري بالإضافة إلى التصعيد والتضييق على قوة إعلان الحرية والتغيير في أنه يعني يمنع قوة إعلان الحرية والتغيير في التواصل المباشر مع السودانيين ويمنع الأنشطة وأنا أتحدث بك الآن وكثير من الأنشطة المجدولة لدى قوة إعلان الحرية والتغيير من مواكب وندوات ولقاعات جماهرية يعني المجلس يرفض قيامها في الوقت الذي يقيم المجلس هذه اللقاعات دون أي تصديق ويقيمها يعني مدفوعة القيمة وبالتالي هذا هو الكرت الذي يعني استمر يستخدمه المجلس العسكري منذ فضل الاعتصام إلى الله ولكن نحن في قوة إعلان الحرية والتغيير متمسكون بموقفنا ومتمسكون بوسائلنا السلمية التي يعني سوف نستخدمها إلى أن تحتحقق مطالب السورة من الخرطوم مستور أحمد محمد القياد في قوة الحرية والتغيير ونائب رئيس حزب من قمر السوداني شكرا لك من باريس عبدالعزيز نور عشر عضو الوفد المفاوض في قوة الحرية والتغيير والقيادي في حركة العدل والمساواة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم